اشتركوا في القناة 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 إلى الساحل فأقار عليهم وهم قارون فقتل بعضهم وسبئ ذراريهم وأخذ أموالهم وذلك للأياتين من الشعبان سنة ستة هجرية وقيل سنة خمسة هجرية وكان في السبي جويرير بنت الحارث بن أبي ذرار رئيس بن المصطلق فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة اعتقى وتزوجها بعد أن أسلمت فأعتقى المسلمون مئة أهل البيت من بن المصطلق قد أسلموا وقالوا أسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أعظم النساء بركة على قومها تلك هي قد أدبن المصطلق بإجاز ليس فيها ما يشتغرب لكن وقعت خلالها حادثتان مؤلمتان استغلهما المنافقون لإثارة الفتن والاضطراب في المجتمع الإسلامي وحتى في البيت النبوي قال رأس المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل وسبب ذلك أن رجل من حلفاء المهاجرين وآخر من حلفاء الأنصار ازدحمها على ماء المرسع فضرب المهاجر الأنصاري فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين واجتمع ناس من الطرفين فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوا بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها مونتنة فعاد الناس إلى رشدهم ورجعوا وكانت جماعة من المنافقين قد خرجت في هذه القزوة ولم تخرج من قبل ومعهم رئيسهم عبد الله بن أبي فلما بلقه الخبر استشاط قدبا وقال أو قد فعلوها قد أو قد فعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما عدنا وجلابي بقريش هذه إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل أراد بالعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم العياذ بالله وأخذ يدبر لذلك الفتن حتى قال لرفقائه هذا ما فعلتم بأنفسكم أحلتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير ذلك وكان معهم حين قال ما قال شاب مؤمن قوي الإيمان زيد بن أرقم لم يصبر على هذا الهراء حتى أبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي وسأله عن ذلك فحلف أنه لم يقل شيئا مما بلغه فأنزل الله سورة المنافقين وفدحه إلى يوم الدين وكان ابن هذا المنافق وأسمه أيضا عبد الله مؤمنا خالصا فوقف على نقب المدينة مستلا سيفه وقال الأبيه رأس المنافقين والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الأذل وأنت الذليل وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن يأذن له فقلى سبيله بهذه الحكمة انتهت هذه الفتنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته